السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم Social News اليوم رح ناقش أحداث حصلت في إسبانيا حيث تعرض الملك فليب السادس لموقف غير متوقع من سكان فالانسيا الغاضبين جراء الفيضانات التي اشتاحت المنطقة شهدت الزيارة فاعلا مثيرا ومشاهدا لافتة أثرت جدلا واسعا في إسبانيا وفي العالم يوسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر قنوات التلفزة التقليدية سنتناول معا تفاصيل هذه الزيارة الغير تقليدية المميزة والغريبة من نوعها بداية دعونا نعود لأصل هذه القصة وأين بدأت شهدت إسبانيا في الأيام القليلة الماضية فيضانات كارثية في منطقة فالانسيا أدت إلى دمار واسع وخسائر بالأرواح هذه الفيضانات كانت من بين الأشد عبر التاريخ في تلك المنطقة تسببت بوفاة ما لا يقل عن 220 شخص حتى هذه اللحظة إضافة إلى الآلاف الذين تشردوا بعد أن غمرت منازلهم بالمياه والطين الأحداث جرت بسرعة غير متوقعة حيث لم يكن لدى سكان الوقت الكافي لأخذ احتياطات أو لإجراء أي تدابير احتياطية ممكن أن تنقذ حياتهم أو تحافظ على ممتلكاتهم ما جعلهم عالقين لساعات في منازلهم في محلاتهم التجارية وأيضا في سياراتهم نجل بعض بصعوبة بينما جرفت المياه الآخرين فيه ماسات تعكس تغيير المناخي وتأثيراته علينا نحن البشر على هذه الأرض اللي للأسف مش قاعدين نهتم فيها قاعدين بنتعبها وبندمرها يومي بيوم إذا ما كانش بالحرب بيكون بتصرفاتنا إلا مسؤولي بشكل يومي من كيس البلاسك اللي بنوكل منه و بنرميه من المبيدات الحشرية والأسمد الكيميائية اللي بتم استخدامها بشكل يومي في منتجاتنا اللي بتدخل معدتنا و ما بتوقف هناك بل أيضا بتتسرب إلى قعر هالأرض اللي عمالها بتلوث مياهنا الجوفية والتغيرات المناخية من احتباس حراري من حرائق من هالسيارات اللي معبي الشوارع في كل الكرة الأرضية اللي عمالها بتبعث تبعث تبعث في هالغازات اللي عمالها بتسمم في هالأرض بترفع بدرجة الحرارة اللي وصلت أعلى درجاتها و عمالها بتغير في هالمناخ يا جماد خير الصناعات إحنا عمالنا بنحكي عن بضاعة رخيصة جدا عمالها بتوصلنا من الصين و من بلاد أخرى و ممكن كمان بتم تصنيحها محلية من غير أخذ أي اعتبار لهالأرض اللي حاملتنا عليها لأنه منتجات قاعدة بترفع بدرجة الحرارة من الغازات المتصاعدة في الكرة الأرضية و عمال بتدمر في بيتنا اللي اسمه الأرض مش هون موضوعنا موضوعنا عند الملك فيليب السادس اللي راح بزيارة اللي يخفف عن الناس يقول لهم أنا معكم الحمد للعاء سلامتكم شو بتكم أنا جاهز واللي بينقص عليكم أنا بدفع ولكن طلع الشعب الإسباني عنده شوية كرامة أكثر من كل مجتمعاتنا العربية و دولنا العربية لأنه لما أجأ قال لهم هدفع قالوا له فلوسك و ما تعطي أو بالعربية كيف بنقول إيدك و ما تعطي الملك مش رئيس بلدية مش السكرتير تبعه مش نائب عنه مش خلقة وزير مقطع موصل عينه سيادة سعادة بعرفش مين الملك يعني فيه أعلى من الملك الملك لله بس فيه أعلى من الملك في دولة ملكية أكيد لا شو عملوا فيه تعالوا نشوف الفيديو شو عملوا فيه يا جماعة الخير انتوا إذا بتشوفوا هون على الشاشة الملك فيليبي السادس انضرب يا جماعة الخير ضربوه خبطوا على سيارته يعني الحراسة ما قدرت استمنع الناس انها تقرب على سيارته ضربوه ضربوا على السيارة رموا عليه القارورات الفارغة رموا عليه طين الملك طلع منه هناك ملابسه ملياني طين تخيلوا يا جماعة الخير تخيل عزيزي المتابع العربي اللي انت بتقدس الملك وبتعظم الرئيس وبتفخم الوزير نعم ملك في إسبانيا بيضربوه بيسبوه بيجتموه بيطردوه طردوه من المكان اللي فيه الفيضانات لانه هو جاي يخفف عليهم وهم بنظرهم ان الحكومة المسؤولة لازم اخذت تدابير احتياطية قبل ما يصير الفيضان لازم كان في بنية تحتية تقدر تمتصها الفيضان او الفيضانات او هذه المياه في دولة بيدفعه فيها ضرائب في دولة المواطن بيشتغل وبيدفع ضريبة في دولة المواطن عنده حقوق وعنده واجبات يا جماعة الخير هذه الحادثة بنظري درس يعلم لجماعة الربيع العربي مش قيلكم عملوا الربيع عربي يا جماعة الخير لانه والله ما احنا قادرين لا نعمله لا ربيع ولا خريف ولا صيف ولا الشتاء احنا يا دوب نعمل كاسة قهوة بطريقة غير تقليدية لانه اذا ما عملناش القهوة بالطريقة اللي علمتنا اياها ستة يالله يرحمها وتفور هي قبل ما تفور على الغاز نرفعها ونصبها بالكاسة مع الفقاقيع نص معلقة سكر لا احط معلقة ونص لا ازيدهم شوي لا انا قسهم القهوة بتضيقني انا بنام في الليل متأخر بديش اشرب قهوة الكولا مش كويسة اشرب الكولا البيضة تفاصيل كثيري اللي عمال بشرحوننا اياها وبقولوا لك انه قطاع لولي الامر قولك قطاع لولي الامر انك تسمع الحكومة شو بتقول انك تسمع اوامر الدولة يا اخي اسمعناها على راسي لكن في اسبانيا ما عندهم مش دولة يا عمي في اسبانيا ما عندهم مش ملك عندهم ملك والدعوس على شواربه بسقوا بوجهه شتموا رموا عليه قوارير الفافية رموا بالطين وطردوا من المكان هذا ما حصل امامكم شوفوا الشاشة هذا ما حصل في اسبانيا تخيل عزيز المشاهد تخيل عزيز المشاهد هذه الحالة تحصل في بلد عربي تعال نرجع بالتاريخ شوي في سوريا في احد الاعوام طبعا سوريا ربي يحميها لما زار الرئيس السوري السابق حافظ الاسد لمدينة حما في مدينة حما حاولوا يقتلوه ما بعرف والتاريخ بقول لك انه حاول يقتلوه هل يا تورا حاول يقتلوه حقيقة ام كذب والله ما بحط ايدي مش بالنار بحطش ايدي في المي لحد ولكن حاول يقتلوه شو صار يومها حما مسحها عن وجه الارض مجزرة في حما حصلت كل هذا ليش لانه تم اهانة سيادة الرئيس اللي كان جاي يزور البلد يا جماعة الخير واحنا العرب والكرم ومش لازم اسبانيا ممكن عشان عندهم دم عربي لانه العرب كانوا باسبانيا زمان وعندهم نخوي ظلط شوي منها واحنا مظلش الناس قاعدة بتموت في عارفين وين ما حاقولها لانه حينزل الفيديو وينخلع اكس الناس قاعدة بتموت فيش كرامي فيش شرف عند حدا يطلع يقول سلام عليكم خير شو فيه خلينا نروح من السياسة شوي مع انها مش سياسة لانه هذي انسانية معاوسه على شواربه عن جد تورج طبعا الحاب يعرف شوي التفاصيل عنها الحادثة بحطيكم شوي التفاصيل بزيادة مفاجأة او الصدفي او السبرايز شو بتكون سموها سموها الملك ما كانش رايح لواحده الملك كان رايح مع زوجته ليتسيا كانوا رايحين على بلدي اسمها بايورتا هذي بلدة بايورتا رح يزورها الملك ماخذ معا مرتو وماشيين فاكرين انه الورد رح ينزل عليهم فاكرين الناس رح تهتف يعيش يعيش جلالة الملك المعظم ما هاتفوا لهمش هاتفوا ضدهم ضد الحكومة ضربوهم بالطين قرورت الفارغة شتموهم ضربوا على سيارتهم وحتى راحوا ما يكسروا زجاج السيارة فوقهم لو لانه كان زجاج مصفح طبعا عيب ملك بير طويل عريض معا مرتو تيجو تهينو عيب يا جماعة الخير بس مش عيب انه الناس تموت بسبب الفيضانات فتلاحظ على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشال ميديا بتلاقي يعني احنا بنتابع السوشال ميديا العربية لانه بالنهاية بهمنا المشاهد العربي تتقول يا جماعة الخير قشعر بدني ليش لانه التعليقات اللي خارجي من العرب على الحادثة مضحكة مبكية مش مئز البدن منها مقرفة سميها كيف تحب او اسمحلي اسميها انا كيف حب يا جماعة الخير في عرب عمال بتدافع عن الملك وكاتبين تعليقات زي تعليق الانسي هون تقول لك الانسي حسناء تقول لك حرام الملك ما له دعوة هذه يعني فيضانات من عند ربنا يا اخي سبحان الله كيف احنا يعني بندافع وتعليق اخر هنا على منصة اكس بيقول لك الاخ عبد السلام يا اخي الملك الاسباني كثير طيب وانسان رائع وراقي ومش لازم يتصرفوا معاه بهذه الطريقة يا اخي شو رايك تعلم الاسبان كيف تصرفوا مع ملكهم ولا لازم بما انك انت بتحب الملك تبعك طبعا كلمة بتحب بهذه بين قوسين لازم هم يحبوا الملك تبعهم او بما انك انت بتعبد الملك تبعك لازم هم يعبدوا الملك تبعهم ويقدموا الضحايا والقرابين من الموتة والقتلة والضحايا في الفيضانات من اجل رضاء الملك طول الله بعمره في تعليق اخر يا جمعة الخير هنا بتقول لك اغادة كان يجب على الحكومة ان تهتم بالبنية التحتية كي لا يحصل ما حصل تعليق منطقي واقعي بتقول لك ان الحكومة الحق عليها لازم تهتم بالبنية التحتية وهذه كانت وجهة نظر الاسبان اللي طرده جلالة الملك المطرود مش المعظم طبعا خلال الاحداث اللي تمت الملك فيليب السادس في البداية كان يتحدث بهدوء حاول يهدي الناس حاول يطمئنهم عن الاجراءات اللي رح يتم اتخاذها بعد الفيضانات من اجل الاصلاح واعادة الاعمار من اجل تعويض المتضررين ولكن مثل ما قلنا قبل شوي الشعب الاسباني ما كان مستني منه قد يشرح يعوضه وكيف بده يصلح وكيف بده يعمر الشعب الاسباني كان منتظر منه ماذا فعلت الحكومة قبل الفيضان لتتجنب النتائج الكارثية المدمرة المأساوية اللي خلت الحكومة الاسبانية تقضي اللي خلت الحكومة الاسبانية تكون سبب بموت ميتين وعشرين شخص في حادثة في كارثة طبيعية فما بالك في الحكومات اللي بتقتل ابناء شعبها بطرق تقليدية للأسف هالحلقة هتكون غريبة شوي بعيد عن ستايلي لان انا بحبش اتدخل لا في حكومة ولا في سياسة ولا في شيء له علاقة بكل هالنجاسة ولكن الملك في ليبي السادس ما كان الشخص المناسب في المكان المناسب في تلك اللحظة الملكية وتعاملوا معاه كانسان عادي يخطئ فيصوب ويصيب فيشكر شكرا لكم على المتابعة شكرا لكم على الصبر على هالحلقة اللي ممكن تعجبكم ممكن ما تعجب لكثير منكم ولكن مش رح نكون بوق يهدي بكل مهب ودب مثل ما عمال احنا بنترح الان افكار ما بين مؤيد ومعارض للملك في ليبي السادس والحكومة الاسبانية هذا الحوار موجود الان في الشارع الاسباني لأن هذه الحادثة بتقول لك حسب تصريحات وحسب الشارع او الاعلام الاسباني فهذه الحادثة عمقت الانقسام في الشارع الاسباني ما بين مؤيد للحكومة ومعارض ما بين مؤيد للحكومة ومعارض ما بين راض عن اداء الحكومة وما بين معطرد على الاداء الكارث الذي ادى الى فقدان كل تلك الارواح ما رأيك عزيز المشاهد هل الحكومة الاسبانية يد في تلك الجريمة أو الكارثة أم أنها كارثة طبيعية ولا يجب أن نلوم الحكومة الإسبانية على النتائج شاركونا بأرأيكم من خلال التعليق على الفيديو نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء في حلقة القادمة من برنامجكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى اللقاء كان معكم هارون رشيد عبر قناتي على اليوتيوب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته